اوه انامالز من اليرقات واستطاعت التعرف على تلك العناكب القاتلة تسبب عضة هذا العنكبوت تلفا وألما حدا للأعصاب ومن ثم شلال النصفي وبعده الاحتناق لكن هذه الأم تتبرت أمورها بزكاء حيث دفنت العناكب في السلاجة لقد استطاعت أن تتفاضى عضة العنكبوت البرازيني القاتلة لا تنسوا أن تتفاضي قبل الموزة قبل أن تضعوه في فمكم يا أعزائي واحذروا العناكب